اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدع حفظه الله بالنجاح الباهر والتجاوب منقطع النظير الذي أبداه أهل البحرين الكرام مع الحملة الوطنية في النخير والتي أطلقها اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس مجلس مناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 حيث ضرب أبناء المملكة روعى الأمثلاف في الولاء وحب الوطن والتكاتف والتلاحم الذي تنعم به البحرين على مر الزمن وتسابق الجميع في دعم هذه الحملة والمساهمة في الجهود الوطنية للتصدي لهذا الوباء واحتواء تداعياته ماري بن جللته عن تقديره للمساهمات القيمة من قبل المواطنين والتجار ورجال الأعمال والمؤسسات البنكية والمصرفية والشركات والجمعيات والمقيمين والأفراد الذين لبوا نداء الوطن في تقديم الدعم والمساهمة في هذه الحملة الوطنية والذي عكس ما يتميز به المجتمع البحريني الأصيل من قيم نبيرة في الخير والبذل والعطاء والتكافل والترابط والتلاحم حيث سجل تاريخ البحرين لأبنائها الكرام مواقف عظيمة ومشرفة في التضحية والتعاضد مكنت البحرين من تخطي الكثير من التحديات كما عرب جلالة الملك المفدى رعاه الله عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد مثمنا جلالته عاليا جهود سموه الإنسانية والخيرية ومبادراته الكريمة بإطلاق هذه الحملة الوطنية وتبرعه السخي والذي كان حافزا ومشجعا للجميع للمبادرة والإسراع في دعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا مشيدا جلالته كذلك بالجهود النبيلة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في دعم هذه الحملة ومبادراتها وأعمالها الخيرية والإنسانية المتواصلة في داخل البحرين وخارجها وتمنى حضرة صاحب الجلالة بهذه المناسبة مستوى العمل والجهود الوطنية المخلصة المبدولة في تنفيذ الخطط الوطنية المتكاملة للتعامل مع فيروس كورونا والتي تحقق نجاحات مشهودة ومتواصلة في احتواء هذا الوباء متنيا حفظه الله على جهود الكوادر الطبية والأطقم الصحية والتمريضية وأكافة الجهات والأجهزة المعنية وفرق العمل والمتطوعين والجنود المجهولين الذين يتفانون في أداء واجبهم لحماية أهلهم ومجتمعهم ووطنهم وقال جلالته كل الشكر والتقدير لكل من يعمل بصمت في الخطوط الأمامية لمواجهة هذا التحدي والذين يحافظون على أمن وسلامة المملكة وصحة المواطنين والمقيمين وأكد جلالته أن الوضع الصحي في البحرين والله الحمد بخير وسيبقى بخير وأن المملكة مستمرة في تعزيز كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية والمبادرات الاستباقية التي تضمن صحة وسلامة المواطن والمقيم ماربا رعاه الله عن ثقته بتجاوز هذه المرحلة بإذن الله من خلال تعاون ووعي الجميع والعمل بروح الفريق الواحد سائل أن جلالته المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ البحرين وأهلها الكرام والمقيمين على أرضها المعطاء وأن يمنى على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وللمتوفين الرحمة والمغفرة وأن يحفظ بلاد المسلمين والبشرية جمعا